إلى تونس حيث تعهد النشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لحراك مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك بعدم التراجع عن الحراك الشعبي والسياسي ضد الانقلاب وشدد على أن كافة الشخصيات السياسية التي تنفذ إضرابا عن الطعام تتمسك بمواصلة هذا التحرك رغم تدهور الحالة الصحية لأربعة منهم من جهته قال الوزير الأسبق والقيادي في حراك المواطنين رضا بالحاج إن أطرافا خارجية والحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى خطت مع قيس سعيد لانقلاب الخامس والعشرين من يوليو الماضي إلى ذلك وفي السياق الاحتجاجات ضد سياسات سعيد اتهمت النقابات الأمنية ووحدات التدخل وزيرة داخلية المقرب من قيس سعيد بمحاولة تصفية حسابه مع القيادات الأمنية وترضي العديد منهم تعسفيا وإحالة آخرين على التقاعد في خطوة يراد منها الهيمنة الكاملة على الوزارة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى ولمناقشة المشهد التونسي أرحب بضيفي دكتور عدنان الكريني الباحث في القانون من تونس أهلا بك دكتور عدنان لنبدأ من إضراب الأمعاء الخاوية ما دقة الأنباء أو حقيقة تدهور صحة بعض المضربين عن الطعام بداية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للدعوة الكريمة في قناتكم الكريمة تحية لك ولمشاهدين قناة الحوار عبر كل أنحاء العالم العربي أهلا بك فيما يخص معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأحراب الآن في انقلاب قيسس عيد صحيح تم بالأمس حمل المناظر عز الدين الحزبي إلى مستشفى الشارنيكول بعد تدهور حالته الصحية وكذلك النائبة تفايزها بوهلين العضو مجلسهم بالشعب تدهورت حالتها أيضا جراء الإضراب عن الطعام وهي يعني مستمر الإضراب عن الطعام منذ أيام في بقر حزب حركة إرادة وهذه المعركة تخاذ الآن باختدار وبشرف وهي في سبيل تحقيق العديد من المطالب الحقوقية التي تهم الحفاظ على الحريات ورفض توظيف الأجهزة القضائية ضد المخالفين وضد معالدين القلب ما صدأ التفاعل في الداخل التونسي سياسيا من قبل كافة القوى مع هذه المعركة من قبل المضربين عن الطعام؟ في حقيقة الأمر ليس الإضراب الأول الذي يخاف الإضراب عن الطعام فيما يخص التفاعل هناك العديد من الوجوه السياسية والحقوقية من شدة المشارب ومن شدة التوجهات السياسية أو الفكرية ساندت هذا الإضراب وزارت المضربين في المقر الذي يخذون فيه نظامهم وأنا الآن أتحدث إليكم وكنت قبل نصف ساعة من الآن كنت في زيارة مساندة للمضربين كنت في وفد عن حراك توانسا من أجل الديمقراطية ذهبنا لزيارة هؤلاء المناظرين ومعنوياتهم مرتفعة جدا وتقريبا كل الطيف السياسي الذي يدافع عن الدولة التونسية وعن قيم الجمهورية والديمقراطية زار هؤلاء وسندهم ويكاد يكون أوهوه كذلك هل هناك الدكتور عدنان هل هناك أمل بتفاعل السلطة مع المضربين حتى الآن نخلينا نكونوا واضحين وصرحاء كذلك في المسألة هذه نظريا يعني لما تخذ تضربات الجوع يوجد نوع من التفاعل من السلطة من الفتح أجواب الحوار من التفاوض لكن ما أعرفه عن قيس سعيد هو أنه يرفض الحوار يرفض أي نقاش في توجهاته يعني سيد عامل الإنقلاب يعني هل ننتظر أنه يتراجح هي خطوة في إطار التصعيد ضد هذه الإجراءات الإنقلابية وينتظر أن تكون متبوعة في إطار مبادرة كاملة من أجل إعادة البلاد إلى السكة الديمقراطية يعني الأسلوب الذي يمكن أن نعتبره ناجعا أو فاعلا ضد سلطات الإنقلاب هو المقاوم هو الثلاث طيب الوزير الأسبق رضا بالحاج قال إن هناك أطراف خارجية يعني تورطت في عملية الإنقلاب التي قادها حسب تعبيره قيس سعيد ما وزن هذه التصريحات ومن يقصد بهذه الأطراف الخارجية في حقيقة الأمر منذ أيام قليلة نشرت على موقع الفيسبوك كوثائق نصبت إلى المخابرات العامة المصرية ووثائق أخرى نصبت إلى مدير الديوان قيس سعيد نادي عكش نفح هذه الوثائق هي تنسيق بين رئاسة التونسية والسلطات المصرية من أجل تسهيل تنفيذ انقلاب 25 جميل الأصل في أن النيابة العمومية التونسية تأذن بفتح بحث لتبياني أولا صحة هذه الوثائق التي لا تزال إلى الآن محل جدل ومحل تساول حول صحتها وإن صحت فلابد أن تأخذ العدال العدال مجرها ولكن أنا بودي أن أشير إلى هذه النقطة أنه لحظة 25 جوليا إنقلاب 25 جوليا لا يمكن الجزء أنه لحظة من إنجاز قيس سعيد لوحده إذ أن حبكة المشهد ودقة التفاصيل والعناصر التي لعبت فيه أنا أقول أنها تؤشر إلى ولا أجزم بهذا نعم ما بعد السلطة القضائية الآن أيضا الأنظار تتوجه نحو وزير الداخلية بعد الاتهامات من قبل النقبات الأمنية بأن وزير الداخلية يحاول أن يصفي حساباته مع موظفي الوزارة والقيام بتعينات على أساس الولاء إلى أي مدى هناك دقة أيضا في هذه الاتهامات وهل فعلا يعني بعد السلطة القضائية الآن هناك محاولة للسيطرة على الأجهزة الأمنية سأنطلق من عبارة أوردتها وهي أنه بعد السلطة القضائية يعني هناك سياسة وهناك مسار دعني أقول أن الأمر لم ينطلق مع السلطة القضائية بل انطلق مع السلطة التشريعية يعني قيس سعيد دوال سنتين أو سنتين اللقليل حاول في حقيقة الأمر أن يكون مجلس مواب الشعب تابعا له ولما أيقن أنه لن يكون كذلك كما يقول هو أطلق عليه السواريخ التي تنتظر في منصات الإطلاق يعني ليس أكثر من غلق بوابة البرلمان بمدرعة العسكرية والاحتجاج أنه استند إلى الفصل 80 من الدستور وهو بريء من إجراءاته براءة الذئب من دم يوسف ثم همر إلى السلطة القضائية من أجل مواصلة تنفيذ انقلابه ولما استأسد أسد القضاءات وأحييهم على نفاعهم عن استقلالياتهم انبارا يشويه أستاذ القضاءات ويحسلهم ويكيد لهم الاتهامات ليمر وزيره للداخلية توفيق شرف الدين وهو مقرر منه وكان مديرا لما أسمه الحملة التفسيرية في سوسا وهي الحملة الانتخابية يعني وصل سياسة رئيسه في تطويع المؤسسة الأمنية واجعلها أداة في تنفيذ مشروعه الانقلاب شكرا جزيلا لك دكتور عدنان الكريني البحث في القانون من تونس على هذه المشاركة